بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاليوم عندنا محاضرة ضمن سلسلة محاضرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم الحج 1444 بعنوان أهمية التوحيد التوحيد هو توحيد الله تعالى بإفراده بالعبادة وتوحيد الله تعالى بأفعاله وتوحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة وتوحيد معناه أن الرب واحد وأن الإله واحد وأن هذا الإله هو الذي له الكمال في ذاته وأفعاله وصفاته وأسمائه وهو الله جل جلاله وتقزدست أسماءه وهو القائل جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالإنسان حتى يكون عمله صحيحا لا بد أن يكون عابدا لله وحده لا شرك له والله تبارك وتعالى خلق الإنسان وكرمه وشرفه وأعلى منزلته وخلقه في أحسن تقويم وخلق له كل شيء ولكن خلقه هو لأجل أن يعبده خلق الله الإنسان لأجل أن يقوم الإنسان بعبادة الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وشرع الله تعالى العبادات كلها من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر القربات لأجل أن يعبده ووحده ويفرد بالعبادة فلا يسترك معه أحد لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه فالعبادات كلها لله وحده لا يصح أن يشترك فيها أحد فلا يخالطها شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة والله تعالى هو أغنى الشرك عن الشرك يقول تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إذن المطروب الأساس هو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله إذا هم أقروا بهذا كلموا في المسائل الثانية وإذا أنهم لم يقروا بهذا لا تتكلم معهم في شيء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا غيرها فالتوحيد هو الأساس الذي يبنى عليه كل عبادة فأي عبادة تخلو من التوحيد ولا تعتمد على التوحيد لا قمة لها ووجودها كعدمها فالإنسان يجب عليه أن يفرد الله تعالى في قصده ويفرد الله تعالى في عبادته لله جل وعلا وحده لشرك له فهو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وهو المتفرد بتدبير هذا الكون وهو المتفرد بكل ما يحتاجه الخلق لا يشترك معه أحد كما أنه هو الذي يجب أن نفرده في القصد والطلب فنطلب من الله ونخاف الله ونرجو الله ونعتمد على الله نستعين بالله نتوكل على الله نرجو الله نخاف الله فهو جل وعلا هو المقصود دون غيره في كل عمل نعمله إذا اختل هذا العمر برياء أو نفاق أو شرك فسد فلا بد من الإخلاص في العمل الذي تعمله بأن يكون لله تعالى وحده لا شرك له فلا يشترك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا سيد ولا غيرهم ممن دونهم من الأشجار والأحجار وغيرها هذا هو التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا الأمر لا بد أن يكون في كل عبادة إذا تأملتم الصلاة فإنها تبدأ بكلمة الله أكبر ثم يعقب ذلك دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم لا أحد به أن لا تعبد إلا الله وإياك نستعين هذا طلب منك من ربك أن يعينك فأنت لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله ثم تطرب حاجتك إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قولوا آمين هذه السورة هي كلها توحيد وهذا نموذج لهذا الكتاب العظيم وهذه السورة هي أعظم سورة في القرآن تقرأ ما تيسر ثم بعد هذا تقول الله أكبر وتركع وتقول أثناء الركوح سبحان ربي العظيم وهذا توحيد تنزه الله تعالى عن كل نقيصة وعنت تثني ظهرك تذللا وخضوعا لعظمة الله جل وعلا ولا تركع لغير الله لأن الله تعالى هو المستحق لأن يركع له وغيره لا يستحق فغير الله حقير والله وحده هو المستحق لأن يركع له جل وعلا لأنه العظيم وشرف لك أنت أيها العبد أن تركع للعظيم فأنت لم تركع لمخلوق مثلك ولم تركع لذليل إنما ركعت لعظيم جل جلاله وتعالى في عظمته وكبريائه إلى آخر الصلاة بالتسليم فإنها كلها توحيد لله جل وعلا وإذا تعملتم الزكاة فإن الإنسان إذا أخرج الزكاة طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله كانت زكاة صحيحة لها أجرها وثوابها وإذا أداها رياء وسمعة لم يحصل على شيء من الأجر والثواب وإن ظهر للناس أنه أداها لكن لا يحصل شيئا من الأجر فيعد الإنسان الزكاة طيبة بها نفسه يخرجها رغبة في التعبد لله بإخراجها لا يخرجها رياء ولا سمعة ولا نفاقا ولا شرك وينفقها على الجهات التي حددها الله تعالى في كتابه في الأصناف الثمانية والصيام كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجذيبه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أي من أجل الله أنت تمسك عن الأكل والشرب من طروع الفجر إلى غروب الشمس تمتنع عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع ونحوها لماذا؟ لماذا؟ قرب أهل الله وطاع أهل الله فالله تعالى يثيبك بلا عد ولا حد والحج من أوله إلى آخره توحيد لله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العصر بذي الحليفة نوى الدخول في النسك ثم لبا قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الصحابة رضي الله عنهم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في مصلى لما ركب ناقته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الناس أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد عندما ركب ناقته لما أنه صلى الله عليه وسلم على البيداء ناحية من الميقات مرتفع لبا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال الناس لبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أهل بالتوحيد عندما على البيداء وكل أخبر عما شاهد الذين كانوا معاه في المسجد سمعوه في المسجد وقالوا أحرم بالمسجد والذين سمعوه عندما ركب راحلته قالوا أحرم على ناقته والذين سمعوه في البيداء قالوا أحرم عندما على البيداء لكن عبروا بتعبير قالوا أهل بالتوحيد يعني أظهر الدخول في النسك بالتوحيد فالنية تسبق التلبية النية وهي الدخول في العمرة تسبق التلبية التلبية ناتجة عن عمل يعمله الإنسان بعدما يحرم فبعد أن يحرم الإنسان ويدخل في النسك يبدأ التلبية فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ التلبية أول ما بدأ بعدما أحرم عندما صلى انتهى من صلاة الفريضة عليه الصلاة والسلام فأحرم ولبى بعد ذلك فكان صلى الله عليه وسلم بداية أعماله في مناسكه هو التوحيد وهو إجابة نداء إبراهيم لنا عليه السلام عندما أذن في الناس بالحج ووعده الله جل وعلا أن يأتوا لهذا البيت رجالا وركمانا أجابه من في أصلاب الرجال ومن في أرحام النساء ومنهم أنتم مجيئكم الآن هو إجابة للنداء إبراهيم سمعتم هذا النداء وعنتم في أصلاب آبائكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم الآلاف من الأجداد إلى عهد إبراهيم عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شرك لك هذا النسك لك أنت وحدك هذا النسك من حج أو عمره لا يقصد منه الرياء ولا يقصد منه النفاق ولا يقصد منه الشرك فنحن نحج ونعتمر لله فقط ولا نقصد بذلك مدحى الناس ولا أن يقول عن الناس إننا فلان الحاج أو الحاج فلان إنما أتينا لأجل أن نتخلص مما علق بنا من الذنوب والخطايا بعبادة الله تعالى على طريقة معينة نبدأها بهذا الإحرام فلبيك اللهم لبيك لا يشترك معك أحد في كل ما نعمل فأعمالنا كلها خالصة لك وهذا تعهد تتعهدون به بالتلبية أن لا تنافقوا وأن لا تراءوا وأن لا تشركوا وإنما تعملون عملا لله تعالى خالص لا يشترك معه في أحد فليحذر الإنسان أن يوسوس له الشيطان فيتزين للناس بمناسكه أو يظهر للناس أنه حاج أو ينشغل بهذا جوال ويصور نفسه وهو يطوف وهو يسعى ويرسل للناس أنا الآن أطوف أنا الحاج أنا حجيت هذا يخل بهذه الكلمة أنت تقول لا شريك لك هذا الحج لله فقط لا يشترك معه زملائك ولا أصدقائك ولا أهلك ولا أولادك هذا حج لله فقط لا شريك لله في شيء من هذا الحمد لله والنعمة من الله والفضل من الله والملك كله لله وأنا عبد من عبيد الله تعالى فأنا مملوك لله وهو الذي يسر لهذا المكان وسهل لأداء هذا النسك أعبد هو وحده لا شريك له هذه هي التلبية إذا وصل الإنسان إلى البيت الحرم يتجه أول ما يتجه إلى الكعبة ويذهب إلى الحجر لأسود ويستقبله ويكبر الله أكبر ويسمي قبلها بسم الله والله أكبر ثم يجعل الكعب عن يساره ويطوف يرمل في ثلاثة أشواط وهو مطبع ويمشي في البقية وهو يدعو الله كل دعائه لله يطلب من الله يرجو الله يتوسل إلى الله يتذل لله يخشع لله جل وعلا فعمله كله مقصود به وجه الله تعالى من البداية إلى النهاية وهذه الكعبة التي طاف بها ليس لها شيء من هذا النسك إنما هي مكان جعله الله لهذه العبادة كما قال جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف مطلب منا أن نعبد رب هذا البيت لا أن نعبد البيت لا نصرف شيء من العبادة لهذه الكعبة العبادة كلها لله نطوف بالكعبة سبعة أشواط إذا نقص خطوة واحدة لا يصح وهذا الطواف لله ليس الكعبة نعم هو طواف بالكعبة لكنه طواف لله المقصود منه التعبد لله وليس التعبد بالكعبة وهذه الكعبة هي مكان العبادة وليست هي المقصود بالعبادة نقبل الحجر الأسود وهذا التقبيل للحجر الأسود قربة إلى الله نعبد الله بالتقبيل لهذا المكان وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يقبل عبادة لله وليس في العرض مكان آخر يقبل عبادة لله ونستلم الركن اليماني قربه وعبادة لله وليس عبادة للركن اليماني فليحذر الإنسان أن توسوس له نفسه أو يضحك عليه الشيطان ويشعره بأنه سيأخذ من الكعبة شيء أو من الحجر شيء أو من الركن اليماني شيء لا هذه مواضع اعبدها على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص استلم الركن اليماني قبل الحجر الأسود استلم الحجر الأسود أشر إلى الحجر الأسود هذا العمل هو التعبد لله وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لأن لا يكون للناس على الله حجه بعد الرسول هذا المقصود من هذه العبادة أن تعبد الله تعالى تذهب إلى الصفا أو قبل ذلك تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم بعيدا عن الطائفين لا تصلي في مكان الطواف المكان الذي يمر الناس منه للطواف ابتعد عنه وتأخر عنه وصل وصل ركعتين بعد الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى الكافر وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ قل هو الله أحد وهاتان السورتان هما من سور التوحيد فالأولى براءة من الكفر والكافرين لا 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 قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني أنا وإياكم لا نلتقي لأن الإنسان إما كافر وإما مسلم لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما كافرا فالإنسان الذي يوحد الله مسلم والإنسان الذي يشرك بالله كافر وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا توحيد خالص مجموع هاتين السورتين لا إله إلا الله مجموع هاتين السورتين لا إله إلا الله فلا إله يمثل تمثيل لي قل يا أيها الكافرون وإلا الله سورة قل هو الله أحد بعد هذا الإنسان يذهب إلى الصفا ويرقى على الصفا ويستقبل قبله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده نصر عبده أعز جنده هزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا بعده كل هذا توحيد كل هذا توحيد ويمشي الإنسان في المسعى ويجري في موضع السعي الشديد في بطن الوادي الذي فيه العلامات الخضراء ويمشي بقية المسعى سبع مرات في ذهابه شوط ورجعه شوطا آخر يبدع من الصفا وينتهي بالمروى كل أعماله هي توحيد لله يذهب إلى منا وهو يلبي والتلبية توحيد يذهب إلى عرفات ويقف بعرفات في اليوم التاسع وهو يلبي ويدعو بعفضل الدعاء وخير الدعاء وخير ما قال الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يبقى الإنسان بعرفة وهو مشهور بهذا الدعاء وبغيره من سائر الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة مما يحتاجه هو ويناسب حاله ويدعو بما أحب من ما يحتاجه بلسانه مما ينشئه هو بعبارته كأن يقول اللهم أصلح أولادي أصلح نيتي أصلح ذريتي اكفني شر فلان اكفني شر العشرار ونحو ذلك من الأمور ويطرم ما يحتاج من الله جل وعلا لكن لا يدعو بإثم ولا يدعو بقطيعة رحم لأن هذا اعتداء في الدعاء ويبقى الإنسان بعرفة إلى أن تغرب الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفة وهو يلبي ويصل إلى مزدلفة ويبيت فيها يصلي فيها المغرب والعشاء ويبيت فيها وإذا صلى الفجر استقبل القبلة ودعا دعا الله تعالى ووحد الله وأثنى عليه وطلب من ربه جل وعلا ما يحتاجه من أمر الدنيا والآخرة وهذا كله توحيد ثم يدفع الإنسان إلى المزدلفة ويلتقط سبع حصيات بمقدار حبة الفول ويذهب إلى ميناء وإذا وصل إلى ميناء أول عمل يعمل فيها وتحييتها هو رمي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده مع كل حصات ويكبر وهو يقول مع كل حصات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد هذا ينحر هدية وهو يقول بسم الله والله أكبر ويحلق شعر رأسه ثم يتحلل التحلل الأول ويلبس ملابسه المعتادة ثم يذهب إلى البيت الحرام ويطوف طواف الإفاضة ويسعى ثم يعود ويبيت بميناء وينشغل بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يرمي أيام التشريق بعد الزوال في الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة يرمي جمرة الصغرى ثم يتقدم قليلا ينحرف عن مكان المشات ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى ويوحده ثم يرمي الوسطى وينحرف عن طريق الناس ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى طويلا ثم يذهب ويرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها ويعود إلى ميناء ليكمل عبادة اليوم الثاني عشر ثم إن أراد أن يتعجل تعجل وإن أراد أن يتأخر تأخر لليوم الثالث عشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفى والمروى والوقوف بعرفة ومزدلفة وميناء والرمي والنحر والحلق من أجل ذكر الله تعالى أي من أجل توحيد الله تبارك وتعالى فالمطلوب من الإنسان في أعمال الحج أن يكون موحدا لله لا يؤثر عليه شيء من الخواطر والهواجس والوساوس التي تفسد العمل وتحبطه والله تعالى قال لنا قاعدة أساسية آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال الصحابة رضي الله عنهم معنى صالحا أي صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وأن يكون العمل خالصا فمعنى هذه الجملة أن يكون العمل صوابا خالصا لله فإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم يصح العمل إذا كان العمل غير صواب لا يقبل وإذا كان العمل غير خالص لله لا يقبل فهما ركناني أساسياني في كل عبادة لا بد أن تكون العبادة صحيحة على وفق السنة ليس فيها بدعة وليس فيها تقصير وأن تكون لله تعالى وحده ليس فيها شائبة توريا ولا نفاق ولا شرك فإذا اختل أحد هذين الأمرين فسدت العبادة سواء كان حجا أو صياما أو زكاة أو صلاة أو غيرها من أعمال التعبد العمل الذي يتعبد به لله تبارك وتعالى لا بد أن يقوم على هذين الأمرين خالصا لله وصوابا على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون في شيء من البدع ولا المحدثات في الدين وإنما يكون على طريقة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وهو القائل خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا وهو القائل عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فيجب على الإنسان أن يكون عمله في هذه المناسك وغيرها وكل عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى يتوفر فيها هذا الشرطان خالصة لله وصالحة على وفق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة وللأعمال الصالحة الذي عليه الأنبياء والمورسلون قبله خصوصا إمام الحنفاء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وهذا عموم ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وعنى أول المسلمين وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص له صلاتك وذبيحتك فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى وخصصت هاتان العبادتان الصلاة والذبح لعظم شرفهما وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان وجوارع والذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو لله تعالى وقد سمى الله تعالى في كتابه الصلاة إيمانا فقال تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُوضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم ومظاهر التوحيد في الصلاة يتجلى من أولها إلى آخرها فيستفتح المصل صلاته بقوله الله أكبر معظما بها خالقة ويضع يده اليمنى على يده اليسرى خضوعا لله سئل الإمام أحمد عن المقصد من ذلك فقال ذل بين يدي عزيز وهذا هو التوحيد ثم يقرأ الفاتحة التي هي أم الكتاب وكلها توحيد وتمجيد لرب العالمين ويتبعها بسورة من سور الكتاب العزيز ثم يركع مسبحا لله العظيم منزها له عن النقائص والعيوب ومعظما له قال النبي صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم أي حري أن يستجيب الله تعالى لدعائكم لأنكم في موقف هو غاية الذن حيث أن الإنسان يمكن أعز ما عنده فيجعل وجهه على العرض ويديه وركبتيه وقدميه ثم يرفع المصلي حامدا ربه مثنيا عليه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات فأرم القوم فقال أيكم المتكلم بها فإنه لم يقل بأسا فقال الرجل جئت يا رسول الله وقد حفزني عن نفس فقلتها فقال لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها رواه مسلم هذا الرجل جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فأسرع وراكع فلما رفع من الركوع جاء بهذه الكلمات التي سمعتموها وجهر بها لأن نفسه كان مكتوما بسبب الإسراء السابق إلى دخوله في الصلاة فظهر صوته فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذه الكلمات فلما سلم سأل الناس من الذي قال الكلمات فخافوا أن يكون فيه عتاب وعقاب فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم وقال إنه لم يقل بأسا يعني إن الذي قال ليس عيبا وليس خطرا وليس مكروها فقال ذاك الرجل أنا فبشره بأنه قد ابتدر هذه الكلمات منه إثنى عشر ملكا من ملائكة ووضعوها تحت العرش كما جاء في رواية أخرى فاجعلوها بعد ركوعكم أي إذا رفع الإنسان من الركوع يأتي بهذه الكلمات بعد أن يقول ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد وهذا كله توحيد لله تبارك وتعالى وثناء على الله جل وعلا ثم يسجد المصلي خاضعا لله يدعو ربه ينجيه يرجو الإجابة وهو يدعو بما أحب بعد أن قال سبحان ربي الأعلى فأنت تسجد للأعلى لا تسجد لذليل ولا من هو بجوارك إنما تسجد لمن هو فوق عرشه هو ربك جل وعلا الأعلى فوق عرشه البائن من خلقه المطلع على جميع أحوالهم ثم يرفع جالسا مستغفرا قائلا ربي اغفر لي ربي اغفر لي وهو يتذلل بهذا الذل فالصلاة تجتمل على أنواع من العبادات القلبية كالخشوع والخشعة والخشية والإقبال على الله سبحانه وتعالى والعبادات باللسان من التكبير والتحميد والثناء واعتلاوة القرآن ومناجأة الرب جل وعلا ومن العبادات بالجوارح من القيام والركوع والسجود والجروس فالصلاة عبادة عظيمة يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها من أنواع العبادات لذلك جعلها الله تعالى عمود الإسلام وجعلها الركن الثاني من أركان الإسلام وأسرى برسوله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ليتقبل شرعيتها لأمته مشافهة بينه وبين ربه جل وعلا فمظاهر التوحيد تتجلى في الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة قال ابن القيم رحمه الله فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كان يونس في كبد الحوت فأنجاه الله وأخرجه منها إلى الساحل ودعوة ذنون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله له كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فالتوحيد مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها عند الله جل وعلا والحج من شعائر الله التي تتجلى فيه مظاهر التوحيد في كل شعيرة ومشعر من شعائر الله وكل عمل من الأعمال التي يعملها الإنسان يتقرب بها إلى ربه جل وعلا كما رأيتم ذلك بالتفصيل نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد الخالص وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإن نبينا محمدا لاااااااا شكرا